تحليل ثلاثية الحدود صورة مربع كامل والهدف الثاني حل معادلات تضمن مربعات كاملة من خلال طبعا الدروس السابقة تعلمنا قاعدة مفكوك ثنائي الحد على صورة ألف زائد باء لكل تربيع وألف ناقص باء لكل تربيع. ألف زائد باء لكل تربيع المقصود بها هي عبارة عن ألف زائد باء ضرب ألف زائد باء. طبعا خذنا أحنا عدة طرق لحل إيجاد ناتج القوسين. إما عن طريق اللي هو التوزيع أو عن طريق اللي هو فك الأقوص فإذن أول خطوة راح أوزع الألف على القوس الثاني فبيصير ألف ضرب ألف ينتج لي ألف تربيع ومن ثم ألف ضرب باء يطلع لي ألف باء. بعد ذلك راح أنتقل حق الباء باء ضرب ألف. اللي هو ألف باء نحن نعرف أن عملية الضرب عملية أبدالية ومن ثم باء ضرب باء بيعطيني باء تربيع وبالمثل في حالة اللي هو هنا راح قبل ننتقل إلى المثال الآخر راح أبسط ألف باء زائد ألف باء بيعطيني ثنين ألف باء طبعا ألف تربيع بتنزل ثنين ألف باء زائد باء تربيع وفي حالة الألف ناقص باء لكل تربيع نفس الخطوات راح ينتج لي هو عبارة عن قوسين راح أول شيء أوزع ألف إلى القوس الثاني ومن ثم راح أوزع سالب باء في القوس الثاني طبعا هنا راح أسوي عملية التبسيط بيطلع لي ألف تربيع ناقص ثنين ألف باء زائد باء تربيع فإذن ألف زائد باء لكل تربيع هو عبارة عن ألف تربيع زائد ثنين ألف باء زائد باء تربيع وألف ناقص باء تربيع اللي هو ألف تربيع ناقص ثنين ألف باء زائد باء تربيع ألاحظ بما أنه هني بالموجب راح يعطيني هني بالزائد وإذا هني طرح فمعناته هني بتنزل نفس الإشارة تكون نواتج الضرب هذه ثلاثيات حدود تمثل مربعات كاملة فمعناته أحنا في السابق خذنا عندما ييني بهذه الطريقة وأعمل لها شنو؟ أعمل لها المفكوك اليوم إن شاء الله دارسي راح يكون العكس راح يعطيني ثلاثية الحدود وراح أختبرها هل ممكن إني أحولها لصورة مربع كامل أم لا طبعا أبدي به اللي هو شروط اللي تكون ثلاثية الحدود مربع على صورة مربع كامل عساس إني أقدر أحلل ثلاثية الحدود على صورة مربع كامل توجد ثلاث شروط أول شرط أن يكون الحد الأول مربع الشرط الثاني أن يكون الحد الأخير كذلك مربع والشرط الأخير الحد الأوسط هو عبارة عن ضعف حاصل ضرب الجذر التربيعي لكل من الحد الأول والأخير فمعناته شنو أقول اثنين ضرب الجذر التربيعي حق الأحد الأول ضرب الجذر التربيعي حق الحد الثاني أعطيكم مثال بسيط طبعا عندي ثلاثية الحدود سين تربيع زائد ستة سين زائد تسعة فإذن أولا السين تربيع هي عبارة عن سين في سين فبالتالي أنا أعتبر أن الحد الأول اللي هو سين تربيع مربع كامل ننتقل حق التسعة اللي هو الحد الأخير تسعة هي عبارة عن ثلاثة في ثلاثة هي عبارة عن ثلاثة لكل تربيع فبالتالي التسعة كذلك مربع كامل أنتقل حق اللي هو الحد الأوسط الحد الأوسط هو عبارة عن اثنين في الجذر التربيعي حق الحد الأول طبعا الجذر التربيعي كيفية استخراج الجذر التربيعي طبعا بلاحظ إن داخل الجذر التربيعي هو عبارة عن سين ضرب سين عساس استخرج الجذر التربيعي ناتج الجذر التربيعي يطلع المتغير مرة واحدة فمعنات أنا عندي داخل الجذر متغير متكرر فمعنات بطلع مرة واحدة فإذن الجذر التربيعي حق الحد الأول هو عبارة عن سين والجذر التربيعي حق الحد الأخير هو عبارة عن ثلاثة فإذا أطلع الناتج ستة سين فمعناته أنا ممكن أحول أو أحلل ثلاثية الحدود على صورة مربع كامل ننتقل إلى المفهوم الأساسي لتحليل ثلاثية الحدود التي تشكل مربع كامل في حالة إذا أعطاني ثلاثية الحدود كان هنا جمع فمعناته في القوس كذلك بحط الجمع في حالة إن وجد الطرح في الحد الأوسط طبعا في القوس كذلك راح يكون طرح ننتقل إلى ملاحظة مهمة في الثلاثية الحدود التي تشكل مربع كامل يجب أن تكون إشارة الحد الأول والحد الأخير موجبة في اعتقادكم لماذا يجب أن يكون الحد الأول والحد الأخير أعداد موجبة السبب في ذلك لأنهم أعداد مربعة بينما إشارة الحد الأوسط يمكن أن تكون موجبة وممكن أن تكون سالبة طبعا من خلال هذا المثال هل ممكن أن أحلل ثلاثية الحدود على صورة مربع كامل؟ طبعا خلي مع بعض لاحظ طبعا ستة عشر سين تربيح هي عبارة عن أربعة سين في أربعة سين لكن ألاحظ بأن الحد الأخير إشارة سالبة ومن خلال ملاحظاتنا احنا قلنا يجب أن تكون إشارة الحد الأخير دائما موجبة لأنهم من الأعداد المربعة فإذا في هذا المثال لا يمكن أن أحلل ثلاثية الحدود على شكل مربع كامل نحق المثال الآخر سالب ستة عشر سين تربيح زاد أربعة سين زاد تسعة نفسها من خلال الملاحظة ألاحظ أن الحد الأول كذلك إشارة بالسالب فإذا لا يمكن أن أحلل ثلاثية الحدود على صورة مربع كامل ننتقل إلى المثال حدد إذا كانت كل ثلاثية حدود فيما يأتي تشكل مربع كامل أو لا أربعة سات تربيح زاد ستة عشر ساد زاد ستة عشر أول خطوة طبعا أختبر الثلاث شروط اللي خذناها ألا وهو التأكد من أن الحد الأول مربع فإذا أربعة سات تربيح هو عبارة عن أربعة سات ثنين سات ضرب ثنين سات خلاص فإذا يعتبر مربع أني حق الحد الأخير الحد الأخير هو عبارة عن أربعة ضرب أربعة فمعناته يعتبر الحد الأخير كذلك مربع الآن ننتقل إلى الحد الأوسط الحد الأوسط يجب أن تكون اثنين في الجذر التربيعي اللي هو ليه الحد الأول هو عبارة عن ماذا قلنا في حالة تكرار اللي هو المتغير أو الاعداد فإذا يطلع مرة واحدة من تحت الجذر فإذا نين صاد فإذا الجذر التربيعي حق الحد الأول هو عبارة عن نين صاد نفس الشيء هنا الجذر التربيعي حق اللي هو الستعاش طبعا هو أربعة في أربعة دام تكرارات للأربعة تطلع مرة واحدة من تحت الجذر فإذا يطلع لي أربعة فإذا ثنين في ثنين أربعة وفي أربعة ستعشر صاد فإذا الحد الأوسط صحيح فمعناته طريقة التحليل راح تكون أفتح قوس راح أحط جذر الحد الأول طبعا بما أن الحد الأوسط بالموجب راح أحط زائد إذا كان ناقص راح أحط ناقص في جذر الحد الثاني ما أنسى التربيع فإذا الجذر الحد الأول اللي هو هادي ثنين أصاد زائد اللي هو جذر الحد الثاني اللي احنا قلنا كام أربعة لكل أس اثنين فإذا حالنا ثنين أصاد زائد أربعة لكل أس تربية ننتقل إلى المثال الآخر حدد إذا كانت كل ثلاثية حدود فيما يأتي تشكل مربع كامل أو لا احنا قلنا في البداية إن هناك ثلاث شروط الشرط الأول يجب أن يكون الحد الأول مربع فإذا اللي هو عبارة هني ثلاثة سين ضرب ثلاثة سين إن يحق الحد الأخير يجب التأكد من أن الحد الأخير كذلك مربع فهو عبارة عن اثنين في اثنين عساس أنتقل إلى الحد الأوسط الحد الأوسط طبعا هو عبارة عن اثنين في الجذر التربيعي للحد الأول هو راح يكون ثلاثة سين إذن بحط هني ثلاثة سين في الجذر التربيعي للحد الأخير اللي هو عبارة عن اثنين بلاحظ إجابته هنا في ثلاثة ستة في اثنين هنا عشر سين فإذن لا يساوي الحد الأوسط فإذن لا يمكن أني أحول أو أحلل ثلاثية الحدود على صورة مربع كامل السبب ماذا أنه الحد الأوسط اختل أنه لا يساوي فإذن يوم موجدنا الحد الأوسط هو المفروض يطلع لماذا نعشر سين وحاط له عبارة عن سالب ستة سين فبالتالي أنا ما أقدر أحلل الثلاثية الحدود على صورة مربع كامل ننتقل إلى تدريب بعطيكم من الوقت دقيقتين للإجابة طبعا السؤال حدد إن كانت كل ثلاثية حدود فيما يأتي تشكل مربع كامل أو لا طبعا السؤال الأول صاد تربيع ناقص 2 صاد زائد 1 و4 سين تربيع ناقص 10 سين زائد 25 و20 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم طبعا نستعرض الإجابات مع بعض طبعا الحل صاد ناقص 1 لكل تربيع راح نوضح شلون طلع لي صاد ناقص 1 لكل تربيع معناته إنه في المثال الأول أو التدريب الأول شكلت مربع كامل احنا قلنا الثلاث شروط الشرط الأول يجب التأكد من أن الحد الأول مربع فإذن لنية حق الصاد تربيع هي عبارة عن ماذا صاد ضرب صاد أي حق الحد الأخير الحد الأخير اللي هو واحد فإذن هو عبارة عن واحد ضرب واحد إنه حق الحد الأوسط الحد الأوسط هو عبارة طبعا بما أنه إشارة الناقص فإذن بنزله وعبارة عن اثنين في ماذا في الجذر التربيعي للحد الأول اللي هو صاد في الجذر التربيعي للحد الأخير اللي هو واحد فإذن بينتج لي صاد تربيع ناقص اثنين صاد زائد واحد فإذن ممكن إنه يتشكل أو أحلل على صورة مربع كامل فبالتالي لتكوين المربع الكامل طبعا بحط اللي هو جذر الحد الأول اللي هو صاد تربيع بما أنه هنا توجد الناقص بنزل الناقص جذر اللي هو الواحد لكل تربيع فإذن الإجابة بتطلع علي أفتح الغوس لكل تربيع جذر الصاد تربيع اللي هو صاد ناقص واحد لكل تربيع ننتقل حق التمرين اللي تحت بما أن الحد الأوسط لا يساوي ضعف حاصل ضرب الجذر التربيع لكل من الحدي الأول والأخير ما المقصود بذلك طبعا ألاحظ أنه 4 سين تربيع هي عبارة عن ماذا 2 سين في 2 سين آية حق الحد الأخير 5 في 5 فمعنات الحد الأول مربع والحد الأخير مربع ننتقل إلى الحد الأوسط الحد الأوسط طريقة إيجادة هو عبارة عن 2 في الجذر التربيعي حق الحد الأول 2 سين في الجذر التربيعي حق الحد الأخير اللي هو 5 فإذا طلع لماذا 20 سين وليس 10 سين فبالتالي أنا ما أقدر أحللها على صورة مربع كامل ننتقل إلى حل المعادلات طبعا المثال حل المعادلة 9 سين تربيع ناقص 48 سين زائد 64 يساوي صفر طبعا توجد ملاحظة الفارق بين التحليل وبين حل المعادلة حل المعادلة المطلوب قيمة للمجهول طبعا بلاحظ هنا يساوي صفر كفتين طبعا لحل المعادلة على صورة مربع كامل أول خطوة يجب التأكد من أن المعادلة تساوي الصفر طبعا الخطوة الأولى راح أتأكد من أن المعادلة تساوي الصفر الخطوة الثانية راح أختبر الشروط الثلاث عساس أتشوف هل أقدر أني أحللها في صورة مربع كامل أم لا فإذن الحد الأول هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ثلاثة سين في ثلاثة سين أني حاج الحد الأخير الحد الأخير معطني أربعة وستين أربعة وستين هو عبارة عن ماذا؟ ثمانية في ثمانية أني حق الحد الأوسط الحد الأوسط هو عبارة عن اثنين في الجذر التربيعي للحد الأول هو ثلاثة سين في الجذر التربيعي حق الحد الأخير اللي هو ثمانية فمعناته قدرت أني أحللها في صورة مربعات كاملة فبالتالي بفتح قوس واحد بحط الجذر التربيعي للحد الأول اللي هو فقط ثلاثة سين حطينا هنا ناقص لأن الحد الأوسط إشارة الناقص ثمانية طبعا اللي هو الجذر التربيعي حق الثمان الجذر التربيعي حق الاربعة وستين هو عبارة عن ثمانية لكل تربيع خذنا في اللي هو الدرس السابق كيفية حل اللي هو ثلاثة سين ناقص ثمانية لكل تربيع ثلاثة سين ناقص ثمانية لكل تربيح هو عبارة عن ماذا التربيع دي هو عبارة عن قوسين متشابهين فبالتالي هنا نحط الملاحظة إن ثلاثة سين ناقص ثمانية لكل تربيح عبارة عن ثلاثة سين ناقص ثمانية في ثلاثة سين ناقص ثمانية اللي يساوي صفر كانت تذكر عساس أحل معادلة بهذه الصورة استخدمنا خاصية سما خاصية الضرب الصفري كنت أقول إما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني يساوي صفر لكن بما أن الأقواس متشابهة فمعناتها بحض قيمة واحدة بساويها ماذا بالصفر فإذا ثلاثة سين ناقص ثمانية يساوي صفر فإذا عساس أوجد قيمة سين راح أتخلص أولا من سالب ثمانية بإضافة الثمانية إلى طرفي المعادلة باستخدام خاصية الجمع للمساواة زاء الثمانية زاء الثمانية طبعا بالتبسيط راح يطلع لي ثلاثة سين يساوي ثمانية بقسمة الطرفين على ثلاثة بينتج لي أن قيمة سين تساوي ثمانية على ثلاثة الآن ننتقل إلى التدريب لكم من الوقت ديكتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الخطوة اللي بتياي طبعا الصاد زاء الستة لكل تربح هي عبارة عن افتحها في صورة قوسين متشابهين فبيصير صاد زاء الستة صاد زاء الستة ليساوي صفر بما ان القوسين متشابهين فمعنى تاني عندي فقط اجابة واحدة فبالتالي صاد زاء الستة بيساوي صفر طبعا عساس اوجد قيمة المتقير راح تخلص من موجة بستة ناقص ستة في طرفي المعادلة باستخدام اللي هو خاصية الطرح للمساواة فبالتالي بعد التبسيط راح ينتج لي ان صاد يساوي ناقص ستة الان ننتقل الى مفهوم اخر وهو عبارة عن خاصية الجذر التربيعي خاصية الجذر التربيعي انا متى استخدم خاصية الجذر التربيعي في حالة اذا عندي معادلة تتكوم من سين تربيع يساوي نون فاذا اول خطوة عساس استخدم الجذر التربيعي يجب ان تكون المعادلة المعطى على هذه الصورة فاذا اول خطوة راح اييب الجذر التربيعي الى طرفي المعادلة فبالتالي جذر التربيعي حكسين تربيع يساوي الجذر التربيعي حقنون الجذر التربيعي حكسين تربيع احنا نعرف ان سين تربيع هي عبارة عن سين في سين فبالتالي عساس اوجد ناتج الجذر التربيعي سين بتطلع مرة واحدة طبعا قيمة المتقير إما موجب وإما سالف فمعناته هذه منساها مهمة فإذا إما قيمة المتقير راح تكون لموجبة أو سالبة جذر نون طبعا حيث نون عدد أي عدد حقيقي بشرط أنه يكون أكبر من أو يساوي الصفر في ذي المثال المعروض طبعا سين تربيع بساوي 25 أول خطوة أيب الجذر التربيعي للطرفين فبالتالي سين موجب أو سالب خمسة فإذا احتمال سين النهية تكون موجب خمسة واحتمال سين النهية تكون سالب خمسة أني حق المثال طبعا صاد ناقص 6 لكل تربيع بساوي 81 طبعا ألاحظ أن المعادلة اللي عطاني إياها في صورة سين تربيع بساوي نون فبالتالي أنا ممكن أستخدم خاصية الجذر التربيعي فإذا أول خطوة راح ييب الجذر التربيعي لطرفي المعادلة طبعا نحن نعرف صاد ناقص 6 لكل تربيع هي عبارة عن ماذا؟ صاد ناقص 6 ضرب صاد ناقص 6 يعني نفس إذا عطاني 9 هو عبارة عن 3 في 3 بتطلع الثلاثة مرة واحدة هنا عطاني قوسين متشابهين فمعناته إذا تحت الجذر بيطلع لي قوس واحد اللي هو كامل صاد ناقص 6 ما أنساء الموجب والسالب زائد ناقص أو موجب وسالب جذر الواحد وثمانين هو عبارة عن 9 في 9 فإذا تطلع لي 9 واحدة فإذا موجب أو سالب 9 الخطوة اللي بتياي طبعاً بتخلص من سالب 6 بضيف موجب 6 إلى طرفي المعادلة باستخدام خاصية الجامع للمساواة فإذا صاد بيساوي بعد التبسيط صاد بتساوي 6 موجب أو سالب 9 فبعدين إما صاد بيساوي 6 زائد 9 أو صاد بيساوي 6 ناقص 9 صاد ستة زائد تسعة اللي هي صاد خمسة عشر وصاد ستة ناقص تسعة اللي هو صاد سالب ثلاثة فبالتالي إن المعادلة لها جذران اللي هو خمسة عشر وسالب ثلاثة الآن ننتقل إلى التدريب لكم من الوقت دقيقتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكل تربيع بيساوي اثنى عاش ألاحظ بأن المعادلة على صورة سين تربيع بيساوي نون فإذا أول خطوة راح طبعا أستخدم خاصية الجذر التربيعي أول خطوة راح أجيب الجذر التربيعي لطرفي المعادلة فإذا سين زاء الستة لكل تربيع بيساوي موجبه وسالب جذر لاثنى عاشي الخطوة الثانية طبعا ألاحظ بيساوي موجبه وسالب جذر لاثنى عاشي ألاحظ أن الاثنى عاشي عدد غير مربع فإذا راح يتم داخل الجذر طبعا في حالة إذا وجد داخل الجذر عدد غير مربع راح يتم الجذر طبعا هنا راح أبسط أتخلص من موجب ستة ناقص ستة ناقص ستة خاصية الطرح للمساواة بعد التبسيط راح ينتج لي قيمة سين سالب ستة موجبه وسالب جذر اثنى عاشي فإذا إما سين تساوي سالب ستة زاء الجذر اثنى عاشي أو سين تساوي سالب ستة سالب جذر اثنى عاشي طبعا طلاب الأعزاء للمزيد من التمارين في الكتاب صفحة خمسة وثمانين لستة وثمانين طبعا من تسعة إلى أحد عاش تمرين ستة عاش وتسعة عاش وعشرين وتسعة وعشرين وتسعة وعشرين وثنين وثلاثين وخمسة وثلاثين وأربعين وسبعة واربعين تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا اشتركوا في القناة